السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أيها المشاهدون أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فبيهداهم وقتده السعادة كلنا نبحث عن السعادة الصغير والكبير النساء والرجال المسلم والكافر الكل يبغي يكون سعيد في هذه الحياة دول تبحث عن السعادة البعض يشوف السعادة بالمال ولم يصير عنده مال ويستانس شوي بعدين رجع يرجع يبحث عن السعادة البعض يظن بالمناصب شوي يفرح ورجع للضيق والهم والبعض يشوفها بزواج من امرأة جميلة وبعد الزواج تشوفها لا زال يبحث عن سعادة ويمكن طلق زوجته طيب وين السعادة؟ البعض عنده ملايين ويسوي كل اللي في خاطرها لكن بعده ما يشعر بالسعادة سعادة مش دائما بالمناصب والأموال والقصور مشكلة اللي يسكنون القصور سعداء البعض كان يظن هذا الشي ولما سكن القصر وحصل الأموال نعم شعر بالسعادة لكن ما طول إلا ورجع الكل ضيق لأنها مش سعادة حقيقية عيش ببساطة مهما كان عندك من خير خلونا نقول لكم شو معنى السعادة أول شيء لابد نعرف شو يعني السعادة السعادة يا أخواني هي عبارة عن شعور شعور داخل يحس فيه الإنسان يحس فيه عبارة عنه سكينة النفس طمأنينة القلب انشراح الصدر راحة الضمير كل هذا يكون مدفوع بقوة الإيمان علي ابن الخليفة المأمون يعيش في قصر مع أبوه يعيش في قصر مع أبوه وأمه خدم حشم فراش لين ألذ أنواع الطعام يحصل كل شيء عنده في القصر أي شيء يبغي وكان كل يوم يقعد على الشرفة شرفة القصر يعني البلكونة ويشوف السوق في بغداد ويشوف الناس بالسوق يبيعون ويشترون كل يوم شذا يسوون الناس وكل يوم هو يالس على البلكونة فشد انتباه الرجل يشتر الحمال عند الناس يشيل أغراضهم ويعطونه مبلغ بسيط هذه شغلته كل يوم هذا الحمالي ولاحظوا عليه إذا صار وقت الضحى قاموا توضى من النهر وصلى الضحى ويشوفه علي ابن عم ويشوفه يتابع من الشرفة وبعد ما يصلي الضحى يكمل الشغلة لين الظهر ويصلي الظهر وبعدين يرجع عند النهر ومعاه خبزة يابسة ويبللها بالنهر عشان تصير لينة وياكلها واستغرب منها وبعدين هذا الرجل ينام شوي ويقوم العصر ويشتغل لين قبل المغرب وبعدها يطلع من السوق ويروح وكل يوم على هذه الحالة فقال علي ابن المأمون لجنوده يوم من الأيام هاتوا هذا الحمال فراحوا له الجنود وقالوا لي تعال أبن الخليفة يبغيك قال يبغيني أنا وليش شو مسوي بعد قال تعال أنت معنا وخلاص بس لا تكلموا لي فلما دخلوه القصر وقعد قال لها علي ابن المأمون تعرف منه أنا قال لي يقولون ابن الخليفة والله أنا ما عارفك يقولون ابن الخليفة فقال له علي أبغيك تعيش سعيد مثلي أنا أبغيك تترك الهم اللي أنت فيه والفقر والشغلة هذه التعبانة فرد عليه هذا الحمالي قال له الحمد لله ما فيني هم دامني ما أعصي الله دامني ما أعصي الله عز وجل ما فيني هم وما فيني حزن دامني أذكر الله وعايش الحمد لله بسعادة وما شكيت لك الحال قال له علي بن المأمون أنت على هذه الحالة والبهدلة سعيد وأنا على كل اللي عندي ما أحس بالسعادة فبعدين سأله سؤال قال له عليك ديون قال الحق هذا الحماية عليك ديون قال له نعم علي ديون قال له كم وأنا بدفعها عنك قال له ديوني ذنوب بيني وبين ربي قديمة ذنوب راحت وأنا أعمل لكي يكفر عني ذنوبي ربي سويتها قبل ذنوب وحين أنا أشتغل عشان ربي يغفرها تعجب منها علي فقال له عندك أهل قال نعم أم عجوز وأخت عمياء كل يوم يصومون وأقدم لهم فطور كل يوم يصومون وأيب لهم فطور عشان يفطرون فقال له انزين شو رايك تعيش أنت وأهلك بيننا في القصر فقال لا أنا والله سعيد في حياتي لا أبغي قصرك ولا هم يحزنون قال له انزين بعطيك أموال تغضي فيها حوائجك قال ما أبغي شكرا لك قال له بعطيك شيء من الثياب الفخمة قال له شكرا لا أريد ما أبغي فسأله علي بن المأمون قال له كيف أعيش سعيد مثلك هذا الهدف كيف أنا أبغي أعيش سعيد مثلك أنا ابن الخليفة ابن المأمون يسأل حمالي يقول له كيف أعيش سعيد مثلك فقال عليك بطاعة الله وازهد بما عند الناس وارضى بما كتبه الله لك وكن قنوع وعظه وطلع من القصر قعد علي بن المأمون في القصر وهو يصيح كلام الحمالي كيف أفعله فيه حمال ومرتاح وسعيد وأنا كل شيء عندي وأنا الأمير ابن الملك قال لي الخلافة رح تصير لي أعيش بتعاسه فظل يصيح ولما صار الليل لبس ثوب عادي وقال للخدم وهو طالع من القصر سلموا على أبي وقولوا إني ذهبت ولن أرجع خرج من القصر من هذا كل يوم ولما عرف أبوه أمر الحرس يبحثون عنه في العراق في كل مكان وما لقوه راح منطقة هذا علي بن المأمون راح منطقة اسمها واسط راح دخل للمنطقة بثياب فقراء وما قالهم من وهو ودور له شغله وحصل واحد يدور عامل فاشتغل عنده سنوات يصنع طابوق ويسوي الطين وصار عابد وزاهد وصار من أسعد الناس صار سعيد وحني وجد السعادة ومرض يوم من الأيام ولما حس أنه بيموت قال للتاجر اللي يشتغل معاه قال له أنا علي ابن الخليفة المأمون ها أنت ابن الخليفة؟ قال نعم فقال له إذا مت غسلني وكفني وعطاه خاتم وقال له عط الخاتم هذا سلم الخاتم هذا للخليفة المأمون وسلم عليه وأقول له إني عشت من أسعد الناس وبعد ما مات راح التاجر للخليفة المأمون عطاه الخاتم وقال له القصة فقام يصيح الخليفة أبوه خليفة المأمون وكل اللي عنده كانوا قاعدين صيحون وقال رحمك الله يا ابني لقد اخترت الصواب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ما أقول لك شرد من بيتكم مثل ما شرد علي بن المأمون مش حرام تعيش بالقصر مش حرام يصير عندك فلوس مش حرام تلبس أحسن الثياب ولك السوارات لكن لا تعلق قلبك بهذه الأشياء ولا أظن السعادة فيها عيش في الدنيا واشتغل وكدح قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين السعادة تخلي قلبك متعلق بالله عيش في الدنيا ستانس البس الماركات اشتري أحسن العطور بس خلي القلب متصل بالله لأن الشعور بالسعادة مكانها القلب السعادة أنك تكون قنوع باللي الله كاتبنه لك بعض الناس ما يعرف القناعة عنده زوجة يروح لغيرها بالحرام عندها أموال يقول هل من مزيد لأنه مش قنوع يا قائلا درب السعادة ضلني إن السعادة دربها سهل يسير إن السعادة في سجود خاشع أو في رضا بالقضاء وبالقدر والله ذهابك للحرام يفقدك لذة الحلال اللي عندك مو راضي باللي الله كاتبلك يعني بعض الشباب تعجب منهم رب العالمين ما عطن زوجة وعايش معاها والله مسح الأمورهم يمكن إذا قعد مع زوجته ما يتحملها ما يرتاح معاها ونفس الشي بعض النساء وهي ما لها ذنب وهو ما لها ذنب تعرفون ليش لأن من كثر ما يشوفون الحرام من كثر ما يكلم بنات لأنه ما يغض بصر فقد لذة الحلال اللي عنده فقد كل شيء في السعادة والله السعادة يعني شيء يغيح القلب قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أخواني فاصل ونرجع لكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر